فيديو النهاردة حلوة سريعة جدا ممكن الولادة شاركوكو ان هم يعملو معاكم مناسب لحفلات الاطفال هنعمل رايز كريسبي بارز بالمارشميلو جوان بس من 3 مكونات هنحتاج صنية مربعة دي مقاس 8 ايش في 8 هنغلفة كويس جدا براء الزبدة وهنسيح 50 جرام زبدة ومعاهم 140 جرام من كيس المارشميلو اللي هو الصغير ده بس هنقلبه كويس جدا لحد من المارشميلو يسيحي ممكن تحتاجوا تسيبوها على نار هادية جدا وانتو بتقلبوها او لو الجو حرار عندوك هيسيح على طول مع درجة حرارة الحل اللي عندنا هم موضوع بس محتاج شوية عضلات علشان نتأكد ان كله ديب مع بعضه جنس مع بعضه دي رايز كريسبي اللي عندنا دول 100 يعني تقاربا 115-120 جرام هنحط عليهم المارشميلو ونقلبهم كويس ونتخلي بالنا لولاد بيساعدونا في التقليب يعني لانه هيبقى صعبة شوية في الاول احنا ممكن بس نبدأ التقليب وبعد كده هم يقلبوا معنا يعني الموضوع هياخدوا عدد شوية بس في التقليب المكونات مع بعض اعايز اقولك اصلا كان عندي الرايز كريسبي ده اللي هم اللي ولاد مش عاجبهم ما اكله يعني كانش عاجبهم يفطر بي فعملت لهم بكذا وصفة لانا استغلته فيها يعني بس بقى ممكن ترشوا شوية او تحطوا شوكلاة شيبس ومع شوية مارشميلو برضو بيبقى حلو لو انتو عملتوا مارشميلو ابيض هيطلع لونها ابيض هنطلع عندي لونها بنك لانه المارشميلو اللي عندي كان فيه لون بنك بس هو لذيز يعني وحلو وفكرة الالوان بس تلقيتو بقى أسهل ان احنا نستخدم ورائد زبدة وانحنا نحاول نخلي كله السطح بتاعه متساوي نكبسه كويس ومش بياخد وقت يعني نسمها مثلا نصف ساعة تستريح على حسب الجو برضو لغاية ما تحسوا ان هي مسكت نفسها بس اعم حاجة نكبسها كويس عشان المربعات تطلع معنا مسكة نفسها ده بعد نصف ساعة هنقلبها فوشفتو فرق الزبدة سهل جدا انها تتقلب بسهولة انا عملتها مربعات متساوية 6 في 6 6 سنتي فانتبقى على حسب ما تحبه ممكن تقطعه أصغر يعني تبقى حلوة الحفلات عشان تعمل أعداد أكبر وبس مكوناتها سهلة جدا ومفيش أي حاجة مخطيتش وقت واستغلين حاجة كانت موجودة في البيت عندنا لو عجبكوا الفيديو النهاردة وانتنسوا اشتركوا لايك وسبسكرايب واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد